اشتركوا في القناة وفي القناة الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المجلس والاستفادة من التجارب المتميزة في المجال التعليمي ومن بينها الدعوة إلى تعميم أفضل ممارسات وتجارب دول المجلس في مواجهة أثر جائحة كورونا كوفيد تسعة عشر على التعليم وقصص النجاح المرتبطة بهذا الجانب واستمرار فريق العمل المختص بمتابعة تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التعليم الجيد في عقد اجتماعاته الدورية لتنفيذ خطة عمله المرتبطة بهذا الهدف وفيما يتعلق بإنشاء المرصد التقني لتجارب ومبادرات الدول المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة في التعليم فقد تمت دعوة الدول الأعضاء إلى تزويد المرصد بالتجارب الناجحة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقدم التكنولوجي وأن يكون المرصد مركزا لتبادل الخبرات والمعلومات بين دول المجلس حيث دعت مملكة البحرين إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الذي يعمل في المملكة بالتعاون مع منظمة اليونسكو كما وفق الاجتماع على الاقتراح الذي تقدمت به مملكة البحرين بشأن قيام مكتب التربية العربي لدول الخليج بإدراج الذكاء الاصطناعي ضمن مسابقات الأولمبياد التي ينظمها المكتب للطلبة ودعا الاجتماع إلى ضرورة الاستخدام الآمن والصحيح لتقنية المعلومات وتنظيم ورش عمل خاصة بأمن المعلومات في مجال التعليم بالاستفادة من الخبرات والتجارب للدول الأعضاء بالمجلس إلى جانب الخبرات العالمية كما نقش الاجتماع آلية تعزيز نشر ثقافة العمل التطوعي في القطاع التعليمي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة على هذا الصعيد بين دول المجلس خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية الحالية ووفق الاجتماع على تصور الخاص بتعزيز الممارسة الرياضية لدى فئات المجتمع الذي أعده مكتب التربية العربي لدول الخليج ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي وأوصى بتعميمه على وزارات التربية والتعليم بدول المجلس كما أكد على أهمية التعاون الدولي والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة على الصعيد التعليمي ترجمة نانسي قنقر